بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس نستكمل المثال السابق وهو المثال الذي يقول أكتب برنامج يقرأ مجموعة من الأعداد الصحيحة ثم بعد ذلك يطبع كل عدد من هذه الأعداد والبرنامج يتوقف عندما يقرأ أو عندما يدخل المستخدم ناقص واحد ذكرنا طبعا أنه البرنامج راح يقرأ أنه ليس لدينا وسيلة في الجافة لقرأة مجموعة من الأعداد مرة واحدة فلذلك سنضطر إلى أن نقرأ الأعداد عدد عدد وبالتالي هذه عملية نحتاج تكرارها فهنا نحتاج لوب وذكرنا أنه هذا النوع من اللوب نسميه سنتينل لوب نسميه سنتينل لوب أو اللوب المحروسة التي لا تستخدم عدات وإنما تستخدم شرط معين توقف عند تحقق هذا الشرط كتبنا السودو كود حق البرنامج وهو كالتالي اقرأ عدد طالما العدد لا يساوي ناقص واحد اطبع العدد ثم يقرأ عدد جديد خلونا الآن نكتب البرنامج بلغة الجافة نبدأ البرنامج طبعا اولا import java.util.scanner ثم بعد ذلك نبدأ البرنامج بتعريف سكانر حتى نقرأ العدد حتى نقرأ العدد بعد كده خلو اذكركم بالسودو كود اللي كتبناه اقرأ عدد اذا اول شي نسويه انه نقرأ عدد فنقول العرف متغير int number أو num gets is.next int طبعا انتجر لأنه ذكرنا عدد صحيحة بعد كده نكتب ال while while اذكركم طالما العدد لا يساوي ناقص واحد اذا while num لا يساوي ناقص واحد نفتح حقص ال while ثم نجو ال while نقول system system.out.println num اطبع العدد ثم بعد ذلك num gets num gets s.next int وهذا بالضبط اللي قلناه انه قلنا اطبع العدد ثم اقرأ عدد جديد لاحظ سهولة البرنامج اذا كان عندك سوديو كود مكتوب من قبل سهل عليك برنامج بشكل كبير على الآن نسكر while طبعا لاحظ انه لما نقرأ نقص واحد ما راح نطبعه طبعا البرنامج ما ذكر هل تطبع نقص واحد او لا تطبعه فبالتالي انت مخير يعني ال problem اللي وصلتنا ما ذكرت شيء هذا فحنا اخترنا انه ما نطبع نقص واحد طبعا راح نكتب هنا نكتب اسم minus one نحفظ البرنامج اسم minus one dot java الآن خلو نشوف كيف يتنفذ البرنامج اللي عندنا خلو نقوم بتنفيذ البرنامج طبعا عندنا معلش فيه هنا خطأ بسيط وهنا نسيت الفاصلة المنقوطة بعد next int اذا راح اضع الفاصلة واحفظ البرنامج ثم نسوي compile والآن البرنامج جاهز للتنفيذ خلونا نبدأ ننفذ البرنامج طيب طبعا ما يهمنا كيف يسوي سكانر يعني شفناها مسبقا يهمنا الآن كيف اللوب راح تعمل الآن اول شي راح يقرأ العدد طبعا شفنا هذا الشي مسبقا بعد كذا طبعا يطلب مننا عدد خلونا نعطي لكم ثلاثة مثلا enter الآن قرأ العدد ثلاثة خزنوا في لم بعد كذا الآن جاي شيك هل لم يساوي ناقص واحد او لا يساوي ناقص واحد طبعا العدد الثلاثة ليس يساوي ناقص واحد يقوم بطباعة يقوم الآن دخل جوا اللوب يقوم الآن بطباعة العدد هذا طبعا العدد تلاحظ هنا طبعا لنا العدد ثلاثة طبعا تكررت هنا مرتين لأن المرة الأولى طبعا العدد عندنا تكررت مرتين لأن المرة الأولى عملية القراءة أو المرة الثانية هي عملية الكتابة بعد كذا الآن يستمر تنفيذ البرنامج يقرأ العدد مرة أخرى نعطي مثلا العدد ناقص اثنين قرأ العدد خزنوا في لم الآن راح يقارن رجع مرة ثانية بداية اللوب راح يقارن هل العدد المدخل يساوي ناقص واحد او لا تذكر أنه لما كتبنا البرنامج هنا قلنا راح نطبع ثم نقرأ ثم نرجع مرة ثانية طيب نستمر لاحظ هنا ملاحظة مهمة في البرنامج هذا يعني قد تكرر كثيرا أنه في بعض الأحيان نحتاج أن نكرر عمليتين داخل اللوب وخارج اللوب وتكون العملية هذه هي العملية التي تعتمد عليها شرط اللوب الآن طبعا ليس لدينا كاونتر ما عندنا كاونتر هنا فالشرط يعتمد على شيء آخر وغالبا تكون العملية التي يعتمد عليها الشرط تتكرر داخل اللوب خارج اللوب أو في كثير من الأحيان طبعا ما فيه قاعدة عامة للبرمجة لكن تلاحظ الباترن هذا أو النمط هذا يتكرر كثيرا في البرامج فإذا نقرأ خارج اللوب ونقرأ مرة ثانية داخل اللوب نقرأ خارج اللوب للمرة واحدة حتى أننا عندما ننفذ اللوب للمرة الأولى ثم بعد ذلك نقرأ داخل اللوب للتنفيذ اللوب في المرات القادمة هذا شيء مهم جدا نفس العبارة تقريبا ما عدا أنه هنا كان أول مرة نعرف فيها النم الآن ما زلنا ما شفنا العدد نقص واحد فيستمر التنفيذ طبعا العدد الآن طبعا لنا نقص اثنين زي ما تلاحظ هنا الآن يقرأ العدد خلونا نعطيه الآن نقص واحد فأعطيناه نقص واحد قرأ نقص واحد نم الآن يساويه نقص واحد تحقق شرط الوايل لوب أو عفوا انتفى شرط الوايل لوب فإذا تحقق الشرط الذي نريده لتوقف اللوب ذكرنا أنه تتوقف اللوب لما ندخل نقص واحد فدائما نضع نفي الشرط هنا فقلنا أنه استمر في اللوب مدام النم لا يساوي نقص واحد أرجو أنك تلاحظ الملاحظة هذه الشرط الذي نريده لتوقف اللوب قلنا أن اللوب تتوقف أو البرنامج تتوقف عندما استخدم يدخل نقص واحد فبالتالي لما جئنا نكتب اللوب وضعنا نفي الشرط هذا فقلنا أنه استمر في اللوب مدام الامبوت لا يساوي نقص واحد إذا انتفى شرط اللوب وخرجنا من اللوب بدون أي عدد لاحظوا أني استطيع تنفيذ البرنامج مرة ثانية في المرة الأولى لاحظوا أني دخلت رقمين ثلاثة وناقص اثنين ثم بعد كده دخلت نقص واحد في هذه المرة راح أدخل العدد نقص واحد مباشرة مباشرة أول عدد دخله هو نقص واحد لاحظوا الآن أنه البرنامج طبعا ما راح يتنفذ لأنه من أول مرة انتفى شرط اللوب من أول مرة تحقق الشرط اللي نريده لإنهاء البرنامج فبالتالي انتفى شرط اللوب وخرجنا من البرنامج أرجو أن يكون البرنامج واضح ونعيد مرة أخرى هذه نسميها central-based loop أو اللوب التي لا تعتمد على counter وأنها تعتمد على شرط معين تستمر اللوب مدام هذا الشرط لم يتحقق ثم بعد ذلك تتوقف اللوب إذا تحقق الشرط الذي نريده